أصبحت مشكلة فقر الدم من المشكلات الشائعة في هذا الوقت وخصوصاً عند السيدات التي تعاني من نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية والذي يجب بعدها تعويض الحديد المفقود في الجسم لأن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم قد يسبب الكثير من المشاكل وعدم اتزان الحياة وقد يكون أحد سباب فقر الدم في جسمك هو فقر الحديد في غذائك لذلك جئنا لنجيب عن السؤال الأكثر شيوعاً أين يوجد الحديد في طعامنا لتجنب فقر الدم وتعويض جسمنا بالحديد اللازم لحياة أكثر صحة وسعادة لذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضموا إلى عائلتنا الصحية جاهز مشروبك المفضل ودعنا نبدأ نقص الحديد في الجسم يعد من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا بشكل كبير فالحديد هو عنصر أساسي في تكوين الهيمغلوب في الجسم يعتبر البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء هو المسأل عن نقل الأكسجين إلى كافة أجزاء الجسم عند نقص الحديد يقل إنتاج الهيمغلوب مما يؤدي إلى انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة والأعضاء هذا النقص يمكن أن يسبب أعراض متعددة مثل التعب والإرهاق المستمر وضعف القدرة على التركيز وشحوب البشرة كما يؤدي إلى تساقط الشعر وضيق التنفس وقد يكون أحد أسباب نقص الحديد ناتجاً عن سوء التغذية أو اضطرابات الجهاز الهضمي التي تعيق امتصاص الحديد أو فقدان الدم المزمنة لذلك فإن تضمين أطعمة غنية بالحديد أمراً في غاية الأهمية وتعتبر أحد هذه الأطعمة هي 1- الكبدة تعتبر الكبدة واحدة من أغنى الأطعمة بالحديد حيث تحتوي شريحة من كبد البقر على حوالي 4.8 مل برام من الحديد بالإضافة إلى ذلك فهي مصدر غني بالعديد من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية ولكن يجب على النساء الحوامل توخي الحذر بشأن كمية الكبدة التي يتناولونها بسبب ارتفاع نسبة فيتامين A فيها حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خلقية للجنين تعتبر لحوم الأعضاء مصدراً غذائياً قيماً وتشمل الكبدة والكلا والدماغ والقلبة والتي تحتوي جميعها على الحديد كما أن هذه اللحوم غنية بالبروتين وفيتامينات B والنحاس والسيلينيوم بالإضافة إلى ذلك تعد لحوم الأعضاء من أفضل مصادر الكوليني وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ والكبد والذي غالباً ما لا يحصل الناس على كميات كافية منه 2- اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن هي مصادر ممتازة للحديد تحتوي هذه اللحوم على الحديد الهيمي وهو النوع الأكثر امتصاصاً من قبل الجسم يمكن لقطعة من اللحم البقري تزويدك بنسبة كبيرة من احتياجاتك اليومية من الحديد 3- صفار البيض يعتبر صفار البيض من أشهر المصادر الحيوانية الغنية بالحديد حيث يوفر تناول بيضتين حوالي 1.4 ملي برام من الحديد وهذا يجعله خياراً مثالياً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً مرناً ويسمح بتناول بعض المنتجات الحيوانية مثل البيض 4- البقوليات تعتبر البقوليات من أبرز المصادر الغنية بالحديد مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي اليومي وخصوصاً للنباتيين الذين يحتاجون لضمان الحصول على الكمية الكافية من الحديد على سبيل المثال يوفر 3-4 كوب من الفول والفصولياء حوالي 4 ملي برام من الحديد بينما تحتوي نفس الكمية من فول الصوية على نحو 6.5 ملي جرام من الحديد بالإضافة إلى كونه مصدراً ممتازاً للبروتينات والألياف والنحاس والمنغنيز كما يمنحك 3-4 كوب من الحمص حوالي 2.2 ملي جرام من الحديد وهو أيضاً مصدر جيد للبروتينات ويعد خياراً ممتازاً للنباتيين لسهولة إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطباق 5- المحار تعتبر المأكولات البحرية عموماً من أبرز المصادر الغنية بالحديد والقابلة للامتصاص بكفاءة عالية ولكن المحار يتصدر القائمة كأغنى هذه الأطعمة بالحديد تلي المحار الرخويات مثل الحبار وبلح البحر بالإضافة إلى الأسماك الزعنفية كالسلمون والتونة التي تبرز كمصادر هامة للزنك وفيتامين بي 12 إيضاً تحتوي محارة متوسطة الحجم على حوالي 6.3 مليجرام من الحديد مما يجعلها من الأطعمة الممتازة للحصول على الحديد 6- الأسماك تعتبر الأسماك من الأطعمة الغنية بالحديد حيث تحتوي بعض الأصناف على كميات ملحوظة من هذا المعدن على سبيل المثال التونة تعتبر مصدراً غنياً بالحديد إذ تحتوي حصة مقدارها 85 جرام من التونة المعلبة على حوالي 1.4 مليجرام من الحديد وهو ما يعادل حوالي 8% من الاحتياج اليومي للحديد إلى جانب ذلك الأسماك مليئة بأحماض أوميغا ثلاثة دهنية وهي نوع من الدهون الصحية للقلب ولها العديد من الفوائد الصحية فقد أثبتت الدراسات أن أحماض أوميغا ثلاثة تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتدعم النمو والتطور الصحية تحتوي الأسماك أيضاً على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل النياسين والسيلينيومي وفيتاميني بإثنى عشر بجانب التونة تشمل الأسماك الأخرى الغنية بالحديد الماكريل والسرديني التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي 7- العدس يعتبر العدس من البقوليات التي تستحق الذكر بشكل منفصل وذلك لأنه يعد بديلاً ممتازاً للحوم ومصدراً غنياً بالحديد حيث يزودك ثلاث أرباع كوب من العدس المطبوخ بما يقارب 4.9 مليبرام من الحديد مما يجعله خياراً مثالياً للأطعمة الغنية بهذا المعدن بالإضافة إلى ذلك يحتوي العدس على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تلعب دوراً هماً في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتنظيم مستويات السكر 8- البروكليو يعتبر البروكلي من الأطعمة الغنية بالحديد بفضل قيمته الغذائية العالية يحتوي كوب واحد من البروكلي المطبوخ الذي يزن حوالي 156 جراماً على واحد مليبرام من الحديد وهو ما يعادل 6% من الاحتياج اليومي للحديد بالإضافة إلى ذلك يوفر نفس الكوب 112% من القيمة اليومية لفيتامين جيم مما يعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل أكثر فعالية في النهاية الحديد هو معدن أساسي يلعب دوراً حيوياً في العديد من وظائف الجسم تناول الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات الجسم والوقاية من نقص الحديد ومضاعفاته من الضروري تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي لضمان صحة جيدة وأداء وظائف الجسم بشكل سليم في حالة الاشتباه بنقص الحديد يفضل استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب والجرعات اللازمة شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم واستفساراتكم في خانة التعليقات أدناه وإذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالعجاب والمتابعة ليصلك كل جديد منا نتمنى لكم دائماً الصحة والسعادة والنشاطة إلى اللقاء